تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات مملكة البحرين قبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين وكفة فئات المجتمع لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا نعم حيث بلغ من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس أكثر من مليون ومئتين وستة ألاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة واثنين وثمانين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثمانمائة وتسعة وسبعين ألف شخص